السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم اسلام البلشة النهاردة ان شاء الله معنا فيديو جديد. والفيديو بتاع النهاردة تصور قبل كده بس الكلام ده طبعا بقاله حوالي اربع سنين. وكان عنوان الفيديو ده وقتها اللي هو ازاي تقدر تختار احسن برنامج فيروسات ليك. بس الفيديو بتاع النهاردة هيبقى مختلف شوية. الفيديو بتاع النهاردة هيبقى عبارة عن جزئين. علشان بس خاطر الناس ما تملش من الفيديو لان انا لقيته هيبقى طويل جدا فلازم يتقسم على جزئين. الجزء الاول اللي هو اللي احنا بنصوره ده. وده هيبقى فيديو شامل عن الفيديا. اما الجزء التاني اللي هنزيله بعد كده ان شاء الله هيبقى عن برامج الفيروسات. والكلام بتاعي طبعا اللي هقوله في الفيديو ده سواء في الفيديو ده او الفيديو الجاي هيبقى عن تجربة شخصية. هنتكلم النهاردة ان شاء الله عن الفيديا وازاي تحمي نفسك منه? وازاي تاخد بالك من المصادر اللي بيجي لك من خلالها الفيروس ده? يعني من الاخر هحاول اجمع لك كل حاجة في الفيديو ده علشان ان انت ما تحتاجش لاي فيديو تاني. وزي ما قلت لك ممكن الفيديو يبقى طويل شوية فعلشان كده هقسم لك بتاع الفيديو على اليوتيوب. بس قبل ما نبدأ في الفيديو بتاع النهاردة لازم اقول لك على معلومة مهمة جدا علشان الناس ما تقولش عليك الداب بعد ما تعمل كل الخطوات اللي موجودة في الفيديو بتاعي النهاردة او اي فيديو تاني موجود على النت فانت كده من تشمحمي مية في المية من الفيروس بتاع الفيديا. هيجي لحد مثلا ويقول لي حتى لو انا مسطب برنامج فيروسات ايوة حتى لو انت مسطب احسن برنامج فيروسات موجود. لان ببساطة فكرة برنامج الفيروسات ان هو بيقل الفرص وصول فيروس الفيديا لجهازك مش اكتر. فما تصدقش اي حد يقول لك سطب برنامج الفيروسات ده او سطب اي حاجة معينة وانت كده خلاص هتبقى محمي مية في المية من الفيروس الفيدية. لان وارد جدا زي ما قلت لك الفيروس يجي لك حتى لو انت مسطب احسن برنامج فيروسات موجود. والدليل على الكلام اللي انا بقوله ده ان شركات البرامج بتاعت الفيروسات دايما بينزلوا تحديثات علشان يسدوا صغارات موجودة في البرامج بتاعتهم. فانت مسلا على ما بينزل لك تحديث الفترة ديت انت ممكن تتصاب فيها بفيروس الفيدية. فيلا نبدأ الفيديو بتاعنا وحاول على قد ما تقدر ان انت تتفرج على الفيديو بالكامل وما تفوتش اي لحظة فيه لانه بجد فيديو مهم جدا وهتستفاد منه ان شاء الله. تعالوا بقى نتكلم واحدة واحدة علشان تفهم الموضوع وما تنجي مني. هنتكلم الاول عن الفيديو. طبعا كلنا عارفين هو بيعمل ايه بالزبط? وكان الفيديو مخصص موجود على القناة بس الفيديو ده قدم شوية زي ما قلت لك في الاول. الفيروس ده بيبقى في منه نوعين. النوع الاول هو فيروس تشفير الملفات وهو ده لمنتشر اكتر. وظيفته انه بيشفر لك كل الملفات بتاع الجهاز بتاعك سواء كان تشفير او تشفير اوفلاين. والاتنين ما نهمشو حلول معروفة غير انك تفرمت الجهاز بتاعك وتضحي بالملفات بتاعتك علشان خاطر الفيروس يتشال. لان هو في العادي الفيروس بيتشال بسهولة باي برنامج فيروسات وانك تنزل بس الفكرة ان التشفير بيفضل موجود وانت يا تدفع يا تفرمت الملفات بتاعتك. وطبعا مش برجح موضوع انك تدفع لان اوقات كتير جدا الناس كتير بتدفع الفلوس وبرضو الهكر مش بيرضى يفتح لك التشفير عادي خالص. اما النوع التاني هو تشفير الجهاز كله. الفيروس ده او النوع ده بيعمل ايه بالزبط? النوع ده بيخليك ان انت مش بتقدر تفتح الجهاز نفسه خالص. مش مجرد تشفير ملفات وخلاص. بس نوع تشفير الملفات زي ما قلت لك هو اللي منتشر اكتر وهتكلم برضو عن الخطوات اللي هتعملها لو جالك الفيروس ده. بس خلينا دلوقتي نفترض ان انت جالك النوع ده. ان هو بيقفل الجهاز كله ان انت مش بيخليك تقدر ان انت تخش على الجهاز. نفترض ان انت جالك النوع ده. فالمطلوب منك ان انت تحاول تدخل بتاع الويندوز وتحاول تستخدم برنامج فيروسات وتشيل الفيروس بس زي ما قلت لك دي مجرد محاولة مش اكتر. ممكن تنفع وممكن لا. علشان ما يجيش حد في الاخر ويقول لي طريقة او اللي انت بتقول ده مش نافع معي. دلوقتي خلينا هنفترض ان انت خلاص انت جالك الفيروس على الجهاز بتاعك. ايه بقى الخطوات اللي انت لازم تعملها? زي ما قلت لك في الاول خلاص انت كده الملفات بتاعتك المتشفرة مش هتعرف ترجعها تاني. بس كامل الفيديو هنتكلم عن حلول او خطوات. ممكن تعملها لو انت عاوز تحافز على ملفاتك من قبل ما تتصاب بالفيروس ده. اما بقى دلوقتي بعد مسلا الاصابة بالفيروس. المطلوب منك ان انت تعمله. هتعمل الخطوات دي بنفس الترتيب اللي هقول لك عليه بالزبط. اول حاجة هتحاول ان انت تحمل برنامج وتسطبه وتعمل للجهاز تلات او اربع مرات. بعد كده هتفرمط الجهاز بتاعك خالص وتنزل نسخة جديدة. بعدها هتعمل سكان بالبرنامج تاني ببرنامج مال وربيت ستعمل بو سكان كمان مرة او مرتين كمان علشان تتأكد ان الفيروس تشال من عندك. وبعدها برضو اللازم اهم خطوة تعملها ان انت لازم تغير كل البسوردات بتاعتك اللي كانت موجودة على الجهاز. لان طبعا البسوردات ديت حاليا هي موجودة مع الناس اللي بعته لك الفيروس بتاع الفيديو. فانت لازم تغير كل البسوردات اللي كانت موجودة على جهازك حتى لو كان الباسورد مش مهم. وطبعا مش محتاج اقولك ان انت بعدها لازم تسطب برنامج فيروسات كويس وهنتكلم عن النقطة دي برضو في الجزء التاني بتاع الفيديو ده. وبرضو علشان ان ان انت تقلل الخسائر بتاعتك وتحاول ترجع ولو جزء حتى من الملفات بتاعتك هسيب لك لينك على الفيسبوك موجود في الديسكريبشن اقرأ البوست كويس وان شاء الله تستفاد منه وتحاول ان انت تقلل الخسائر بتاعتك. نروح دلوقتي الجزئية تانية وهي ازاي تحمي نفسك وتحمي ملفاتك قبل ما تتصب الفيروس من الاساس. الخطوة القولة انت ممكن تعمل نسخة احتياطية للجهاز بتاعك وفي في فيديو في الديسكريبشن للموضوع ده اللي هو ازاي تقدر تعمل نسخة احتياطية للملفات بتاعتك على الجهاز. اما الخطوة التانية وهي دي الخطوة اللي انا برجحها وتعتبر اقمن حاجة ان انت تكلف نفسك شوية وتجيبه هاردة خارجي واحد تيرة او اتنين تيرة تعيني عليه كل الملفات بتاعتك وانا برجح الخطوة ديت زي ما قلت لك لان هو ده يعتبر اقمن حاجة لحد دلوقتي. لان انا عن نفسي عامل نفس الخطوة ديت عنده هاردة خارجي يعينه على جنب محطوط عليه كل الملفات المهمة بتاعت الجهاز. بحيث ان انت بعد كده لو جالك الفيروس وانت مسلا يعني انت ما تبقاش خايف ان انت تتفرمت الجهاز بتاعك لان انت اصلا عندك نسخة احتياطية من الملفات بتاعتك وما فيش اي مشكلة خالص كده بالنسبة لك وطبعا برضو بعد اي خطوة لازم تستطى ببرنامج فيروسات كويس بأكد على النقطة دي كزا مرة لان معظم الناس اللي جالها اللي جالها الفيروس ده معتمدة على او مش مسطبة برنامج فيروسات اصلا. طيب دلوقتي في حاجات كتير احنا بنعملها وبيجي لنا الفيروس من خلالها طب ايه هي الحاجات دي او ايه هي المصادر اللي بيجي لك منها فيروس الفيديا. اول حاجة ودي اكتر حاجة منتشرة اللي هي الاعلانات اللي موجودة على النت. دي طبعا ما فيش اكتر منها على المواقع بتاعتنا. انت اصلا بتخاف تحرك الموز بتاعك وانت فاتح الموقع علشان ما يزهرش اعلان. الاعلانات دي معظمها بتبقى متلغبة فيروسات ومن ضمنها الفيديا اللي بنتكلم عنه في الفيديو بتاع النهاردة. فانت لازم تاخد بالك من الموضوع ده وصلت بقيت بلوك كويس على المتصفح بتاعك علشان يمنع الاعلانات على قد ما تقدر. تاني حاجة المواقع اللي بتتعامل معها خصوصا مواقع التحميل ومواقع لازم تتأكد ان انت بتحمل من موقع مضمون مهما كان الملف اللي انت عاوزه مهم. برضو ما تحملش الا من موقع مضمون. وبرضو ممكن يجي لك الفيروس من خلال رسالة غريبة بتتبعتت لك فيها روابط ومعظم الملفات دي بتكون يعني مسلا بيجي لك ايميل على الجيميل بتاعك او اي ان كان المصدر اللي بيجي لك علي الايميل ممكن يجي لك على 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 اي حاجة تانية. اوقات بتكون مسلا انت ملفات بتحملها فانت لازم تتأكد من الموقع اللي بتحمل منه وما تفتحش اي روابط قدامك الا ما تتأكد من سلامة الرابط ده. فانت اخد بالك من الموضوع ده زي ما قلت لك. ودلوقتي يعتبر اتكلمنا عن اهم النقط بخصوص الفيديا. وازاي ان انت تحمي نفسك منه وايه هي الحلول المتاحة للموضوع ده. وزي ما انا قلت لك في الاول وهأكد وهأكد برضو على الموضوع ده تاني حتى لو انت عملت خطوات ايه في جهازك فانت ما انتش قامل مية في المية من الفيديا. عشان ما بقاش برضو بتحك عليك. بس احنا بنعمل اللي علينا مش اكتر. زي ما قلت لك برمج الفيروسات او اي خطوات تانية احنا بنعملها علشان خاطر موضوع الفيديا ده ما هي الا تقليل لفرص وصول الفيروس لجهازك. وبرضه هأكد عليك في موضوع معين ما تعتمدش نهائي على اللي موجود في ويندوز عشرة. لان هو يعتبر مالوش اي تلاتين لازمة على الويندوز. لان اخويا نفسه اتصب الفيروس ده من حوالي اسبوع تقريبا وهو ما عندوش على الجهاز برنامج فيروسات. هو كل اللي موجود عنده على الجهاز اللي هو بس. وان شاء الله هيبقى في الجزء التاني من الفيديو ده هوضح لك كل حاجة بخصوص برامج الفيروسات. وانت هتختار منهم براحتك. وبكده انتهى الفيديو بتاعنا النهال ده لو عندك اي اسئلة هسابها لي في الكومنتيات ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة ولايك لصفحتنا على الفيس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.